بسم الله نبدأ ومعكم مشاهدين بدأ برنامج صوت الشعب من الآن ولغاية الساعة الثانية نتحدث بكل شفافية ومصدقية واليوم نتحدث وإياكم صحة النواب تواصل مناقشة مشروع قانون المجلس الطبي وسيكون ضيفنا اليوم السعادة الناب الدكتور تيسير كريشان رئيس الجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس الدور وأيضا اليوم نتحدث عن السياحة 2.5 مليون زائر للأردن خلال 7 شهور وأيضا اتفاقية تعاون مع تدريب المهي تأهيل العاملين بالقطاع السياحة ومعنا أستاذ أحمد أرفاع الناطق الإعلامي باسم وزارة السياحة وأخيرا نتحدث عن الضريبة تطلق تطبيق فواتيري على الهاتف النقالي تعزيز ثقافة طلب الفاتور وسيكون معنا أيضا المستشار في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عطوفة موسى الطراء أهلا وسهلا بكم من جديد دائما بصوت الشعب وكما عودناكم نبدأ معكم أولى متابعاتنا لهذا المساء نتحدث عن صحة النواب تواصل مناقشة مشروع قانون المجلس الطبي والحديث أكثر أكيد اليوم مع سعادة النائب الدكتور تيشير كريشان رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس النواب دكتور يسعدنا مساك سيد أهلا وسهلا والله يعطيك العافي وشكرا للإذاعة الوطنية التي دخلت قلوب الشعب نعم يعني شكرا لك وشرفتنا ولكن سيد عزيز يوم أمس كان مناقشة وهناك جلسة حوارية في مجلس النواب والحديث عن مناقشة مشروع قانون المجلس الطبي سيد عزيز اليوم لماذا تم هذا التغيير وماذا تم في هذه المناقشة سيد يسيد قانون المجلس الطبي هو يعني قانون مهم جدا ويستحق الدراسي وأيضا هناك مستجدات كثيرة جدا تستوجب التغيير نعم التغيير طبعا تغيير وتعديل مواد قانون المجلس الطبي يأتي من الحكومة إلى مجلس النواب نعم مجلس النواب يعرض على هذا المجلس ويحول إلى اللجان المختصة نعم فتم تحويله إلى لجنة الصحة والبيئة النيابية لدراسته كون المواد الموجودة فيه مواد مهنية خاصة يختص فيها الأطباء ويختص فيها القانونيين فحول هذا الموضوع إلى لجنة الصحة والبيئة النيابية وبدأنا بمناقشته ودراسته استمعنا لآراء كثيرة جدا استمعنا لرأي معالي وزير الصحة واستمعنا لرأي أمين عام المجلس الطبي اجتمعنا كذلك الأمر من الجانب الآخر إلى نقابة الأطباء كونها هي ممثل لجميع الأطباء الأردنيين سواء كانوا في داخل الأردن أو خارج الأردن وجميع من ينتمي إلى هذه النقابة نقابة الأطباء التي تحمل هموم وقضايا الأطباء من الجانبين من الجانب الأول الأطباء الذين بحاجة إلى تعديل شهاداتهم والاعتراف فيها والجانب الثاني الجانب الذي يقول أن البورد الأردني هو شهادة مقدسة وشهادة أثرية في الأردن ولها احترام ولها وضحها الخاص في وسط العالم العربي ووسط العالم بشكل عام البورد الأردني الشهادي لها قيمتها يأخذ بها وتفضل على شهادات كثيرة من شهادات الدول الأخرى فلذلك نجد سوق العمل لأطباءنا الأردنيين في دول الخارج مفتوحة لهم ويفضل الطبيب الأردني على غيره الآن الامتحان البورد الأردني وما شابه من لغط في الآوينة الأخيرة أن هناك تشديد كبير جدا التشديد له جانبين جانب إيجابي وجانب سلبي يعني في بعض القضايا التي ظهرت عندنا طبيب دخل مجال تخصصه خمس سنوات أخذ الجزء الأول من الامتحان الخمس سنوات نجح كاملا في جميع السنوات التي دخل فيها في نهاية البورد قدم الامتحان الكتابي ونجح وتوفق قدم الامتحان الشفوي أو لوسكي بنقول عنهم في علامة وحدي رصب لا يعقل هذا الحكي هذا غير مصدق يعني طبيب المسيرة العملية اللي مشى فيها الخمس سنوات أو الأربع سنوات ونجح في جميع المواد وتم اختباره في جميع المواد مشان علامة نأخره ونقول له ما بنمنحك البورد هذا الموضوع يجب إعادة النظر ويجب إزالة الشخصة من داخل الليجان الفاحصة أو الليجان التي تجري الامتحانات نحن ثقة على ثقة عالية بلجاننا على ثقة عالية بامتحاننا لكن هناك بعض الأمور تتدخل في الامتحان نأمل مستقبلا أن يكون الجميع على درجة واحدة من الحياة وأن تراعى الفروق الفردية بين الأطماء واجتيازهم يعني مش معقول أنا بقولك على علامة وحدي ما نعترف في اختصاص طبيب قعد خمسة عشر سنة أو أكثر حتى حصل على هذا المجال نعم دكتور بصراحة نتحدث عن المناقش المشروع على قانون مجلس الطبي لكن اليوم ما هو السبب في هذا الوقت سيتم تغيير هذا هناك ضرورة ملحة ضرورة ملحة هناك أداد من الأطباء الأردنيين ممن أنهوا اختصاصاتهم نعم أنهوا جميع المراحل الدراسية والحصول على أعلى الشهادات الاختصاص في الطب ويعملون في دول مختلفة لكن يعني أنا بقولك الآن طبيب صار له ثلاثين سنة في اختصاصه ويعمل في اختصاصه أي طبيب يعني حتى مهما كان تخصصه ومهما كان على درجة عالم العلم يعني مو ما أقوله اليوم أنا بعد ثلاثين سنة أقول له تعال مثلا قدم طبيب امتياز هذا بنجح ما بنجح طبعا نعم صحيح ليش لأنه الآن اختبره نطلب اختباره في مجال عمله نعم في مجال امتحانه هناك آراء مختلفة رأيي يقول أنه يجب أن يعود هذا إحنا كلجنة صحية الآن سنتخذ القرار المناسب والجمع بين جميع الآراء والوصول إلى نقطة واحدة ونعتمد عليها في بعض الآراء بتقول هذا الشخص طالما إنه في دولة متقدمة ودولة أوروبية أو دولة غير أوروبية ودرس فيها الجامعات وخلص امتحانات وأخذ مزاولة مهن مهنة في الدولة وعمل ثلاث سنوات على الأقل ثلاث سنوات ممكن يكون عامل خمسة ممكن يكون أكثر لكن على الأقل أن يكون عامل ثلاث سنوات الدولة اللي خرجته ودرس عندها واثقة بعلمه واثقة بمهنيته وعمل عندهم ليش ما يرجع يقدم ليش ما يقدم امتحان والامتحان بيكون سهل بالنسبة له كونه على درجة عالي من الكفاهة فين الطرف الآخر والطرف اللي بيقول لك لا طالما أنه عمل فالدولة اللي عمل فيها دولة ثقة وعمل ومارس المهني وعالج المرضى هل في اتفاقيات بين الدول دكتور يعني اللي يكون اليوم الامتحان بنفس المستوى الموجود في الأردن نعم في دول بينها يعني اتفاقيات وامتحانات لكن ما المانع يعني أنه يجي طبيبنا يقدم امتحان البورد في الأردن ما في مشكلة القضايا الخلافية اللي تحدثت عنها في البداية والقضايا الشخصية سيعاد تشكيل اللي جام بما يضمن سلامة الامتحان هذا الرأي والرأي الآخر بيقول لك لا طالما أنه إحنا واثقين منه وعمل في دول متقدمة وأنجز واشتغل ومشهود له بالعلم خلاص يرجع يقدم امتحانه بشكل طبيعي يقدم امتحانه أو نقبله بدون امتحان لمختبرات أشعة تخدير لكن الأقرب إلى الطب في علاج المريض احنا بنركز على علاج المريض الأقرب إلى الطب في علاج المريض هي الصيدل السريري والدكتور صيدل الصيدل السريري هو من يحدد العلاج بجرعته وكميته وتداخلاته الطبيب يفحص المريض وبشخصه ويكتم له العلاج بيوجه إلى كتابة العلاج لكن من يكتب الخطة العلاجية التي يقوم بإعدادها وترتيبها اللي هو الصيدل السريري الصيدل السريري بيرتب العلاج أولا بيحدد جرعة العلاج كمية العلاج مدة العلاج ومدة العلاج الناحية الثانية يحدد التداخلات العلاجية مع بعضها يعني في بعض علاجات إذا بتعطي علاجين بيأثروا على بعضهم بيبطلوا بفعول بعضهم أو بيسووا انعكاسات ومضاعفات للمريض فيحدد الصيدل السريري فلذلك تم إضافته إلى المجلس الطبي الناحية الثانية هذه خطوة إيجابية ماذا سيتغير بعد ذلك ماذا سيتغير الصيدل السريري الآن سيتقدم إلى الامتحان ويأخذ امتحان ونؤكد يعني زيه زي الطبيب بده يأخذ الامتحان وهذه خطوة إيجابية في هذا القانون أنه الصيدل السريري ما بتركه بالمستشويات يحدد لا لازم نختبره ولازم نفحصه يعني ممكن الصيدل السريري دكتور راح يكون عنده بورد لا التشخيص ليست من مهمته أنا قلت لك تشخيص التشخيص ليست من مهمته المهمة هو التركيز على العلاج تحديد جرعة العلاج تحديد كمية العلاج تحديد فترة العلاج وكذلك الأمر التداخلات العلاجية اللي بتتم وتجنبها وهذا مسؤولية كبيرة جدا يعني بالنسبة للإخوان والزملاء في أصحاب اختصاص الصيدل السريري هذه مهمة مش سهلة لازم تكون على قدر عالي من الكفاءة فلذلك ارتأى القانون الجديد أن يدخل المجلس الطبي ويقدم هل سيكون نفس الامتحان البورد الطبيب العادي نفس الامتحان اللي راح يكون حسب الاختصاص حتى الأطمباء بالبورد الأردني راح يأخذ الطبيب الدكتور الصيدلي امتحان البورد الأردني الخاص بالصيدلي الخاص بالصيدلي وفي مجال اختصاص يعني سعادتك نحن دائما بلد بنحب التغيير وبنحب دائما التطوير والتحديث في كافة المجالات لكن اليوم سؤالنا لأي مؤسسة لأي جهة معينة تتم فيها التحديث اليوم بيهمنا اليوم المواطن شو راح يلمس من هذا التحديث أو التغيير المواطن اليوم شو راح يحس بهذا التغيير يا سيدي المواطن راح يلمس بالتغيير نحن لاحظنا في الآوينة الأخيرة يا أخي ما يعني لاحظنا في مجتمعنا ظهور بعض الأخطاء الطبية القاتلة حتى للأسف حصلت التغيير رح يكون تغيير التخفيير إذا صدر هذا القانون سيدخل لنا كفاءات وسيدخل ناس أيضا قد يكونوا غير مؤهلين نعترف فيهم لمجرد مدتهم قد يكونوا غير مؤهلين وهذا مقتل أنه رح تكون فيه زيادة في الأخطاء الطبية زيادة في المشاكل التي تظهر بهذا الخصوص وسيظهر أيضا فئة ذات كفاءة عالية وترفض السوق الأردني بكفاءات طبية متميزة لهم خبرة عالية جدا في دول متقدمة وينقلوها إلى الأردن نحن نحكي عن المشكلات الطبية واليوم الاعتذاءات تحديدا على الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات نحن نرى اليوم هل سيكون هناك قانون رادع للاعتذاءات تحديدا على الطبيب على الممرض لأنه اليوم الطبيب والمرض هو إنسان وهو يقوم بمهنة إنسانية قبل ما تكون مهنة علمية وطبية هل سيكون هناك قانون؟ بالنسبة للاعتذاءات على الكوادر الطبية اعتذاءات حاولت الحكومة معالجتها عن طريق وزارة الداخلية وعن طريق وجود شركات أمن وحماية لكن لم نعالج السبب الرئيسي السبب الرئيسي هي اكتظاظ مستشفياتنا بأعداد كبيرة جدا من المرضى مراجعات كبيرة جدا في أقسام الإسعاف والطواري وهذا الذي يدعو إلى الاعتذاء أنا معي مريضي المريض يعاني من مرضى حاد جدا مثلا كألم في الصدر احتشاء في عضلة القلب يعني عنده نزيف عنده كذا بكون عندي أعداد كبيرة جدا والطبيب ما بيقدر يعالجهم في آن واحد فلذلك تظهر الاعتداءات الطبية تظهر كذلك الاعتداءات نتيجة بعض الأخطاء الطبية التي يرتكبها ترتكبها الكوادر الفنية الموجودة في المستشفيات فلذلك الاعتداءات لا بد من وضع قانون وروادع يعني بالنسبة لسواء كانت كوادر طبية أو كوادر وظيفية أخرى وتشددت القوانين وقانون العقوبات على الاعتداء على الموظف أثناء قيامه بواجبه الرسمي في عقوبات مشددة إلا إذا تهاون الشخص المعتدى عليه وأصدت حقه نعم فهذا الموضوع مدروس والحكومة لم تغفل عنه لكن أنا نطلب أنه يكون معالجي جدري لهذه المشكلة خاصة في مستشفياتنا مستشفيات وأقسام الإسعاف الطواري نطلب أنه يكون فيه رفض عدد كافي للموظفين والأطباء اليوم نحن نفوت على مستشفى الطوارئ أنا نقضي عام حديثك اليوم نلاقي طبيب واحد يعالج كل المرضى بقسم الطوارئ اليوم في حالات طارية وهذا الطبيب اليوم ممكن الدائماً اللي بسعب الشخص بيكون عنده شوية هلع فممكن بصير فيه اعتداء على الطبيب اليوم تعيين الأطباء تعيين الممرضين في المستشفيات المستشفيات اليوم أيضاً الطبيب ما بيلحك على هذا العدد الكبير من المرضى نعم وأين الخلل بتعيين الأطباء وأين دوان خدمة عن هالمستشفيات أيضاً عدد المستشفيات هل هو كافي سيدي بالنسبة لعمان مستشفى البشير ومستشفى الأمير حمزة يعني مستشفى حكومة واحد في داخل العاصمة اللي عدادها بالملايين خمسة مليون خمسة مليون هذا أنا أرى أنه غير كافي يجب يجب استحداث بإنشاء أقسام للإسعاف الطوارئ والأخرى قامت وزارة الصحة مؤخراً بالاستعانة بالقطاع الخاص وعقد اتفاقيات مع القطاع الخاص لاستقبال حالات الطوارئ بالاتفاقي المبرمى على أن يدفع 20% من قيمة المعالجات لغاية 70 دينار فهذا قد يخفف العبئ على المستشفيات الحكومية لكن في واقع الحال عندنا نقص في إعداد الأطباء في عندنا نقص في إعداد التمريض وخاصة في أقسام الأسعاف الطوارئ يجب أن يعوض يجب أن يعني إضافة أعداد أكبر من الأطباء والتمريض في التشكيلات اللي موجودة لعام 2022 و2023 طبعا راح ندرسها مستقبلا فلذلك النقص يجب أن يعوض والعدد غير كافي أنا أعتقد الناحي الثاني في عدم كفاية العداد هي سوء التوزيع يعني في عندنا كافية سوء التوزيع في بعض المناطق وبعض المراكز فيها عدد عدد يفوق العدد اللي موجود فيه فالأصل أنه يعني أنا ما ما أعتمد على أنه كل طبيب بده جنبيته وكل ممرضة بده جنبيته لا الأعداد اللي موجودة زيادة نخذها للمناطق اللي فيها نقص والأهم من ذلك أخي التدريب التدريب والتعليم التدريب لا يعقل أنه طبيبنا يجي من يتعين اليوم وأحطه في قسم إسعاف وطوارئ وأواجهه مع الناس وهو ذو خبرة متواضعة يعني الطبيب كفاءة لكن خبرته متواضعة في التعامل مع الحالات الطارئة أي يجب أن يكون على درجة علي أنا كل سنة بأخذ الأطباء وبأوديهم للإختصاص وبفرغ غسام الإسعاف وبفرغ للمراكز الصحية وبأجيب أطباء جدد وهذه هذه الخطوة خطوة خطرة جدا تؤدي إلى كثير من المشاكل وتنعكس على الكادر الطبي وتؤدي إلى النتيجة إلى اعتداء الطبي سعادتك اسمح لي بقصة من أيام انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيدة أردنية في أحد المستشفيات وهي في قسم فدخل على هاي السيدة طلاب بدرسوا الطب وخرجين سبع أو ثمان طلاب كما روت هذه السيدة اليوم بدون لك صاروا يجربوا علي الإبرة أو الإبرة الموجودة أو اللي بتم يعطوها للمريض انكسرت هذه الإبرة جوة إيدها وعملت لها أيضا أمراض أخرى اليوم خرجين تخصص الطب كيف ممكن نسير لعملهم بطريقة أو تدريبهم بطريقة غير اللي الآن بنشوفها والاعتيادية في المستشفيات سيدي أولا هذا مطروح أمام مزارة الصحة أن الأطباء بالذات الأطباء بالذات قبل دخولهم معترك المعترك العملي والتجربة العملي يجب أن يكون لهم فترة تدريبية لا تقل عن ثلاثة شهور وهذا كان متبع سابقا مع الأطباء أن ندربهم ثلاثة شهور وبعد التدريب أن وزعهم على مستشفياتنا وأن وزعهم على مراكزنا الصحية وهيك بنكون يعني وثقنا لكن وخاصة إذا دربناهم في مراكز متقدمة كمستشفى البشير كمستشفى الأمير حمزي أو أنشأنا مركز تدريبي خاص لهم مركز تدريبي وزعناهم كطبيب إحنا خلصنا من الامتياز ما كان غير طبيب الامتياز غير مؤهل وغير مخول ب أي إجراء طبي لكن الآن الطبيب هذا مخول بجميع الإجراء الطبية فيجب أن يكون له تدريب خاص على على الأنظمة يتعرف على الأنظمة يتعرف على القوانين المعمول فيها في وزارة الصحة يتعلم نطلع على الدستور الطبي مهم جدا الدستور الطبي والتعامل مع المرضى وحفظ أسرار المرضى ومعالجة المرضى وطرق معالجة المرضى التعامل مع الآخرين المراجعين والمرافقين هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة للأطباء يعني سعادتك أخيرا اسمعنا مبارع خبر ولا نعلم صحة هذا الخبر بصراحة أنه سيتم إنشاء قطار ما بين المدينة الطبية مدينة حسين الطبية وأيضا مستشفى الملك المؤسس في إربد هذا قطار خفيف يكون لنقل المرضى لا أعلم صحة هذا الخبر عندكم أي معلومة سيد العزيز يا سيدي المرضى لا ينقلوا بالغطارات لا أعتقد هذا الموضوع أنا لم أسمع فيه لكن لا أعتقد المريض في حال أنه يعني أولا مسافة قريبة جدا ما بين مستشفى الملك المؤسس والمدينة الطبية الناحي الثاني مستشفى الملك المؤسس مستشفى متقدم كالجامعة الأردنية فيه اختصاصات مهمة جدا إلا إذا تطورت الأمور وكان بحاجة بالحالات المرضية بحاجة إلى نقل سريع ففي عندنا إخلاء الطب بواسطة العاموديات قوات المسلحة دائما قوات يعني بتبيض الوجه وبتقدم كل ما عندها لخدمة الوطن وخدمة المرضى وخدمة الناس يعني طائرة من أو العامودي من إربد إلى إلى عمال للساعي فما أعتقد سيارة الإسعاف حتى فيه سيارات إسعاف مجهزة تجهيز كامل وطواقم طبية كاملة ممكن نقل المرضى لكن أن نصل إلى نقل المرضى بالقطارات ما عندنا كذاك الكبير من المرضى نعم نقلهم بالقطارات لا ما أعتقد ساعتك بدنا ننهي اليوم بحلقتنا اليوم هل ترى أن وزارة الصحة وكوادر عفونا كإدارة اليوم هل تقييمك كوزارة الصحة وإداريا نتحدث بتسيير أعمال وزارة الصحة وهو الآن في الوضع الماشي في الطريق الصحيح أم لا يا سيدي لأن تقييم وزارة الصحة لا نستطيع أن نقيم مؤسسة حكومية يعني لها باع طويل وزارة الصحة للأماني يعني بغض النظر عن كوادرها بغض وزارة الصحة على عاتقها 70% من المرضى الأردنيين وهذا هذا حجم كبير جدا وهائل بالنسبة للمرضى وزارة الصحة أثبتت وجودها وبالشكل الصحيح أثناء جائحة كورونا الطلاقة الطبية كانت على درجة عالي من الإدارة والكفاءة في معالجة هذا الموضوع فهذه المؤسسة البوطنية لا نستطيع أن نقول أنها غير قادرة على إدارة الخطاع الصحي العام في المملكة نعم أنا أبدأ أشكرك السعادة بالدكتور تيسيري كريشان رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس الموأة كل احترام لك شرطت يا سيدي أشكرك وبرك الله فيك والله يعطيكم العافية إذن مجلس الكرام أكيد بهذه المتابعة وهذه الفقرة كنا معكم بيون المتابعات نسألنا أن نتبو إياكم إلى فاصل قصير موسيقى اتخذ سياحة في تركيا موسيقى تلقبوا بلؤلؤات البحر الأسود موسيقى جمال خلاب وطبيعة ساحرة موسيقى مكهة سياحية مميزة موسيقى احجز معنا 037-066-023 أو على الرقم 037-066-017 موسيقى موسيقى التداول بالدوثقة وخبرة شركة آدميرلز خبرة 21 سنة في مجال التداول بالعقود مقابل الفروقات للعملات والذهب والنفط وغيرها مرخصة من هيئة الأوراق المالية في الأردن ليش تتداول مع آدميرلز الأردن؟ فروقات سعرية منافسة إيطاع وصحب سريع ندوات تعليمية مجانية آدميرلز طريقك للتداول أو زرون في عمان أم وذينا شارع أيرتريا مجمع تايم سنتر للطابق الرابع للاستفسار اتصل بنا على الرقم 06-400-900 التداول ينطوي على مخاطر عالية موسيقى موسيقى بدك تتسوى أونلاين للمحلات اللي بتحبها؟ هلأ صرت بتقدر تتسوى بطريقة أمينة ببطاقة إسكان في كورد المدفوعة مسبقا تصدرها الآن مجانا عبر إسكان موبايل أو إسكان أونلاين بنك الإسكان بنكي للحياة موسيقى أهلا وسهلا بكم من جديد دائما بصوت الشعب أكيد مستمرين معكم بالمتابعات وأيضا ثاني متابعات نتحدث عن القطاع السياحي 2.5 مليون زائر الأردن خلال 7 شهور الأولى وأيضا تفقية تعاوم مع تدريب المهني لتعهيل العاملين في قطاع السياحي وابناء المجتمعات المحلية ما يعاني الهاتف الآن أستاذ أحمد الرفاعي ناطق الإعلام بإسم وزارة السياحي سعد مسائك أخوة أحمد يا مساء القيرات أخير عادوا لكافة المستمعين والمشاهدين ومسائكم سعيد إن شاء الله أعطيكم العافية سيد العزيز بداية نتحدث وإياك أخونا أحمد عن هذا الرقم 2.5 مليون زائر للمملكة الاردنية هاشمية للقطاع السياحي اليوم هذا الرقم جيد بالنسبة للسنوات الماضية ماذا تتحدث عن هذا الرقم سيد العزيز بالتأكيد أخي رعد كما تعلم بأن الوزارة أطلقت استراتيجية الوطنية للسياحة ومن خلال هذه الاستراتيجية استهدفنا أرقام متوقعة لكل شهر من أعداد السياح اليوم إذا نراجع هذه الأرقام نجد بأن بفضل الله هذه الأرقام التي حققها القطاع السياحي تجاوز الأرقام المستهدفة حيث كان الأرقام المستهدفة أنها مليون وثمانمائة ألف ساعة اليوم عدد السياح وصل إلى 2 مليون ونصف ساعة خلال 7 شهر أولا هناك مجموعة من العوامل ساهمت بزيادة هذه الأعداد منها الإجراءات الاحترافية التي اتخذتها الحكومة بالتعامل مع جاحة كورونا وهذا لعزف ثقة المسافر في المملكة الأردنية الهاشمية وفي الوجهات السياحية عنها إضعف إلى التسويق وتكثيف التسويق واستهداف أسواف جديدة والأهم من هذا كله سيدي بأن الأردن هي بيئة سياحية جاذبة وآمنة جميع السياح يسؤون القدوم إلى الأردن بما تتميز به من خصائد تلبي كافة احتياجات أجساء نعم أستاذ أحمد اليوم نتحدث نحن إياك عن انتفاقية تعاون الذي رعاها وزير العمل والسياحة مع مؤسس تدريب المهني لتأهيل العاملين في القطاع السياحي وأبناء المجتمعات المحلية أيضا سيد العزيز نعم أخي رعادي كمان أرجع أعود إلى الاستراتيجية الوطنية من خلال الاستراتيجية الوطنية نحن نستهدف احتياجات السوق وما عرفت ما نحن بحاجة إليه اليوم القطاع السياحي يشهد نهضة ويشهد حركة كبيرة أدركت وزارة السياحة والأثار لابد من تعزيز سوق العمل وبتدريب مهارة بمهارات عالية وموظفين لديهم الكفاءة في هذه المهارات من مهارات التقديم من مهارات التعامل الفندقي من كافة أنواع الخدمات المطلوبة للقطاع السياحي إدراكا من وزارة السياحة لأهمية هذا القطاع وإدراكا لرفض السوق بأياد عاملة مدربة وماهرة تلبي احتياجات السائحة أدركت الوزارة بلابد من تصليط الضوء على هذا الجانب وعقدة اتفاقية مع وزارة العمل وممثلة بما أسست التدريب المهني لكافة المحافظات اليوم إذا نحن نحكي بس أن العاصمة لأنه القطاع السياحي متنوع ومشعب وبدل ما هو يتغلب ويأتي على العاصمة عمان احنا رحنا له لتقديم هذه الخدمات ولتمكينه ولتمكين التجارب السياحية الموجودة أصلا في هذه المحافظات نعم أستاذ أحمد أكيد دائما نتحدث عن القطاع السياحي وبجزء هو نظلم في فترة جائحة كورونا وكان هناك ركود في الجانب السياحي اليوم نتحدث عن تفعيل برنامج أردن ناجنة وأيضا ماذا سفدت أيضا بناء المجتمعات المحلية في كافة المناطق السياحية سيد العزيز سيدي كما تعلم برنامج أردن ناجنة عندما تم إطلاقه وإطلاقه من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بدعم حكومي ما يقارب أكثر من 50% من تكلفة الرحلة كان الهدف في البرنامج ما قبل الجائحة هو تمكين المجتمعات المحلية وتسليط الضوء على التجارب السياحية جديدة ومواقع سياحية لا تشهد حركة كبيرة في طبيعة الحال عثناء جائحة كورونا تم تعديل المسار لما يتناسب مع الوضع الراهن ووضع ظروف الجائحة يعني كان القطاع السياحي كله متوقف بهذه الفترة وكان لابد من دور وزارة السياحة في تحويل مسار هذا البرنامج لدعم المنشآت السياحية فأشركت القطاع السياحي في هذا البرنامج والوجهات الرئيسية أدخلناها للاستدامة والمحافظة على الأيد العاملة وللتخسيف من الأعباء المالية التي تكبدها القطاع السياحي اليوم إذا بنحكي عن البرنامج وصل عدد مشاركين ومئة وخمسة واربين ألف تقريبا من بداية السنة إلى اليوم هذا نجاح ملموس وملحوظ من قبل الجميع بفضل الله جميع الوجهات السياحية موجودة داخل البرنامج جميع القطاعات السياحية أيضا هي مشاركة فيه اليوم ما بنحكي بس عن وزارة السياحة لا نحكي عن الفنادق نحكي عن المطاعم نحكي كافة الوجهات السياحية مشاركة معنا والأدلة السياح والنقل السياحي نعم يعني أستاذ أحمد أنا بدي أشكرك وأشكر هذه المداخلة والحديث عن القطاع السياحي ودائما نحن بصراحة يعني الأردن بلد السياحة ويوجد فيها المواقع السياحية التاريخية والدينية والأثرية وأيضا ولكن اسمح لي أخيرا نتحدث عن السياحة الدينية أستاذ أحمد أيضا كانت في أرقام مبشرة وارتفاع بهذه الأرقام بخصوص السياحة الدينية في المملكة الأردنية سيدي نعم أخي راد اليوم لما نشتغل السياحة الدينية نحن نحكي كمان بشقيها الإسلامي والمسيحي نعم هيئة تنشيط السياحة مع زملائنا في قطاع الخاص استهدفوا وجهات جديدة للسياحة الدينية ومنها السياحة النيجيرية لتأدية الحج المسيحي في الأردن وبسطة لله شهدنا أعداد ونشهد في الأيام القادمة إن شاء الله أعداد متزايدة الترويج واستقباب الوجهات موجود نحن نعمل بشق التسويق وشق التطوير البنية التحتية وذلك لتقديم خدمات مثلة وفضلة للسائح والزائر بشكل عام وإذا نتحدثنا عن المقامات الإسلامية كذلك نحن نعمل على ترويج هذه المقامات متعاون مع وزارة الأوقاف وجهات المعنية إضافة إلى إشراك برنامج أردن جنة وتسليط الأضواء على هذه المقامات ليتمكن المواطن الأردن من زيارتها وفد برنامج منظم ويلبي الطموح ويتعرف على هذه المقامات التي نعتز ونستقل فيها نعم يعني هو برنامج أردن جنة أكيد هو رافض سياحي واليوم بزيد من اقتصادنا أخوي أحمد الخطط القادم والمستقبلية بخصوص برنامج أردن جنة سيد العزيز السمرارية هذا البرنامج أخيرا تفضل البرنامج كما تعلم أخير لم ينقطع منذ السنة الماضية هو برنامج منذ سنوات وتم تعديله وتطويره هذا البرنامج ليصبح الآن أردن جنة البرنامج لم ينقطع من السنة الماضية ومستمر وإن شاء الله سوف يبقى مستمر للسنوات القادمة البرنامج سيعود أو بدأ ليعود في تصديق الضوء على الهدف الرئيسي الذي أنشئ تسليط الضوء على التجارب سياحية جديدة تسليط الضوء على مواقع سياحية أيضا جديدة فاليوم نحن نبدأ بالعودة التدريجية إلى الهدف الرئيسي يعني على سبيل المثال أم جمال تم إدخالها في البرنامج منذ شهر ونصف وهذه من المناطق التي تحتاج إلى دعم وتمكين للمجتمعات المحلية وصل عدد الزوار لهذه المنطقة أكثر من 9000 مشارك نعم أنا أبدأ أشكرك أخوي أحمد الرفاعي ناطق الإعلام باسم وزارة السياحة والأثار كل احترام لك ويعطيكم ألف عالف يا سيدي شكرا شكرا وحياكم الله إذن مشاهد الكرام كنا معكم بهذه المتابعة والحديث عن الجانب السياحي وأخيرا سنتحدث وإياكم عن الضريبة تطلق تطبيق فواتيري على الهاتف النقال لتعزيز ثقافة طلب الفاتورة يعني نحن تحدثنا من أشهر قليلة عن هذا البرنامج وعن هذا التطبيق للحديث أكثر الآن سيكون معي المستشار في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أخونا وعطوفة موسى الطلاو سيد مساك سيد مساك يا أهلا الله يسلم يعطيكم العافية أهلا وسهلا سيد العزيز نتحدث اليوم عن تطبيق فواتيري هذا اليوم يعزز من ثقافة طلب الفاتورة عند أخواننا المواطنين بالبداية نتحدث أكثر عن هذا التطبيق سيد شكرا شكرا لك بتعرف دائرة ضريبة الدخل من منطلق يعني الإجراءات اللي بتقوم فيها للإصلاحات الضريبية نعم كان أطلقت يوم أمس تطبيق فواتيري على الهواتف الذكية زي ما حكيتها يعني حضرتك لغيات تعزيز ثقافة طلب الفاتورة نعم وعدم التردد بالحصول عليها طبعا من الجهات الملزمة بإصدار هاي الفواتير عند شراء أي سلعة أو الحصول أو تلقي أي خدمة من الخدمات مقابل دفع بدل لهذه الخدمة نعم سيد العزيز أيضا نتحدث عن ما هي الاستفادة من هذا التطبيق وآلية التقديم من أخواننا المواطنين لطلب الفواتير شكرا لك يعني الآن أصبح بإمكان الأخوان المستخدمي الهواتف الذكية تنزيل هذا التطبيق عن طريق يعني كتابة كلمة فواتيري بالعربي أو بالإنجليزي إذا بعد بعد ما يتم الدخول إلى الزوغل بلي أو الآب ستور ومن خلال مباشرة بتم تنزيل التطبيق على هواتفهم وإذا يكون إلهم حساب يعني مع الدائرة ويستطيعوا تصوير الفواتير وإرسالها بقوم كل أخ من الأخوان فقط بتدوين رقمه الوطني وتاريخ ميلاده وهيك بيكون تكتمل عملية التسجيل وبعد وبعد ذلك يعني بيستطيعوا أنه أي فاتورة بيحصلوا عليها تنزيلها مباشرة وإرسالها طبعا فاتورة فاتورة كل ما زاد عدد الفواتير اللي بتم تنزيلها على التطبيق كل ما زادت الفرصة للإخوان بأنهم بالحصول على الجواز اللي راح توفرها الدائرة طبعا يعني هذا تشجيع أستاذ موسى للمواطن أن يطلب الفاتورة من هذا التطبيق صح؟ نعم نعم أي فاتورة بيحصل عليها بيقدر يصورها مباشرة من خلال هذا التطبيق وإرسالها إلى دائرة ضريف الدخل والمبيعات نعم أستاذ موسى يسمح لي أيضا اليوم نعلم أنه في بعض البعض طبعا يمكن ما يقدر يستخدم هذا التطبيق أو صعوبة التعامل مع هذه التطبيقات أيضا آلية تعلم بعض الأشخاص واللي حاب يتعلم على هذا التطبيق والي التقديم شو اليوم من خلالكم ودوركم أيضا سيد العزيز يعني شكرا لك احنا الآن في موجود صفحة موجودة على الفيسبوك باسم فواتيري في هناك يعني فيديوهات إرشادية وتعليمية حول كيفية تنزيل التطبيق مع أنه هي يعني عملية سهلة نعم يعني إذا بدخل على متجر الجوجل بلاي أو الاب ستور ويكتب تلمت فواتيري رأسا رح يعني يكون التطبيق موجود وتنزيله بيكون عملية سهلة من من إخوان اللي اللي محهم هواتف زكية يعني وزي ما حكيت الآن اللي بيراجع أو بيشتري من أي تاجر من أي بائع صلع وبدفع ثمنها بنزل الفاتورة إذا واللي بتلقى أي خدمة سواء من المهنيين الحرفيين مؤدير خدمات دفع بدل لهذه الخدمة أيضا بيأخذ الفاتورة وبقوب بتنزيلها في حال أنه أي أخ من الأخوان يعني رفض يعطي الفاتورة في أيضا متاح على هذا التطبيق أنه يتم الإعلام إعلامنا عن أي شخص برفض طلب الفاتورة طبعا من الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة نعم يعني سادة أيضا اليوم نعلم أنه تم أطلاق نظام إلكتروني لاستقبال طلبات التوظيف على وظائف الفئة الثالثة وكيف هي الأوضاع إلى الآن سيد العزيز والآن كما نعلم ويبدو أنه في مئات من المتقدمين هذه الوظائف يعني يعني بتعرف هناك هاي المنصات اللي هي هاي متاحة من خلال يعني وزارة الاقتصاد الرقمي وديوان الخدمة المدنية في هناك يعني حتى اللي بدو يقدم طلبات يقدم من خلالها بينما احنا بالنسبة لنا التطبيق تطبيق فواتيري يعني حبيت أوضح للأخوان المشاهدين أنه من هي الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة ومن هي الفئات غير الملزمة بإصدارها نعم الفئات الملزمة طبعا هم البائعي السلع تبيعاتهم بالسنة عن 75 ألف دينار وأيضا مؤدي الخدمات والمهنيين والحرفيين اللي بتزيد إيراداتهم السنوية عن 30 ألف دينار نعم ملزمين بالتسجيل وملزمين بإصدار الفاتورة وإعطاء الفاتورة لكل من يطلبها نعم فضل فضل سيد بينما استثنى النظام نظام الفوترة فئات من إصدار الفاتورة يعني وهي حتى نكون واضحين مع الأخوان المشاهدين اللي هي المنشآت والأعمال المرخصة اللي بتقلم بيعاتها السنوية عن 75 ألف دينار مثل البقالات محلات السوبر ماركت الدكان الميني ماركت المكتبات الكرطاسية محلات بيع الخضار والفواكه البيع الأدوات المنزلية المطاعم الكعبية نعم نعم يعني مثل هاي وأيضا الحرفيين والمهنيين اللي إراداتهم خلال السنة أقل من 30 ألف دينار يعني سيد موسيح مغلبينك واسري عند السنة بدي أطمن على أخواننا المشاهير يعني شو صار فيهم لوين وصلوا بخصوص الضريبة يعني بالنسبة للأخوان المشاطاء بالسوشال ميديا يعني الدائرة يعني لم تأتي بإشي جديد لأنهم سابقا خاضعين وفي منهم من يقوم بالمراجعة والإعلان عن دخله الواقعي والصحيح والحقيقي بتعرف الضريبة واجب وطني والتزام قانوني نعم فإحنا يعني في دائرة الضريبة الدخل بعد مراجعة عدد منهم طوعيا والإعلان عن دخولهم وتقديم الإقرارات رأينا أن يكون هناك إرشاد وتوجيه وتوعية للي ما راجعوا فوجهت الدائرة لهم لمراجعة الدائرة وتقديم الإقرارات وخصصت فريق مختلف في مديرية الالتزام لمساعدتهم على كيفية تعبئة الإقرار وتسليم الإقرار والإعلان عن دخولهم الواقعية والصحيحة يعني حتى يعني بتعرف إحنا يعني في دائرة ضريبة الدخل بنحب أن يكون الأخوان المكلفين كافة ما يتعرضوا لأي غرامات أو إضافات أو أي مخالفات فكان هذا الدعوة من الدائرة للمراجعة ومساعدتهم من خلال الموظفين اللي تم تخصصهم لهذه الغاية نعم بدي أشكرك لأستاذ موسى الطراونة المستشار الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمنبيعات كل الاحترام لك ويعطيكم الفعاف شكرا إذن مشاهدين الكرام أكيد كنا معكم وهذه المتابعات يعني زي ما سمعنا بالمستشار الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمنبيعات أخونا موسى الطراونة يعني حكى عن أخواننا المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وآلية التسجيل ودفع الضريبة في مبالغ معينة يعني قانون معين وهذا شيء آخر ولكن اسمحوا لي في نهاية برنامج صوت الشعب نتحدث عن القطاع الصحي تحديدا اليوم كان في بداية فقراتنا تحدثنا مع الدكتور وسعادة النائب دكتور الكريشان واحد حديث عن موضوع اللجنة الطبية الصحية والبيئة في مجلس النواب لكن للأسف اليوم سألت سعادته سؤال أنه إحنا اليوم هل ترى التقييم وزارة الصحة إداريا ممثلة بوزيرها ممثلة بأمينها العام هل هي قادرة على تسيير الأمور في وزارة الصحة يعني الجواب أنه أنه مؤسسة حكومية نعم نحن نحترم ونحن دولة مؤسسات وقلون لكن وزارة الصحة اليوم بصراحة ومعالي وزير الصحة تحديدا للأسف غير متعاون أبدا مع الجهات الإعلامية تحديدا للأسف حاولنا نطلب معالي وزير الصحة تكرارا بخلال برنامجنا من خلال اتصال هاتفي أو استضافة لكن للأسف ما بجاوبنا معالي يبدو أنه مشغول بجلسات ويبدو أنه باجتماعات أيضا لكن للأسف وزارة الصحة من أخطاء طبية ومن تقصير في خدمة المواطن ومعالجة المواطن اليوم من روح على أحد المستشفيات لوزارة الصحة منها مستشفيات البشير منها مستشفى الأمير حمزة منها أيضا مستشفى الملك المؤسس منها مستشفى الأمير هيا الكثير من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة نعلم اليوم الخدمة المقدمة للمريض والمريض كما نعلم بسموها الغريق يتعلق بقشة اليوم المريض للأسف الشديد بيروح على الطبيب والطبيب ما يلاقي عفوا المريض ما يلاقي أي اهتمام من الطبيب هذا ليس تقصير من الطبيب كطبيب أو قلة الخبرة لكن اليوم من قلة الإدارة وقلة الكوادر الموجودة داخل هذه المستشفى اليوم كثير فقدنا حالات وأشخاص ماتوا بأسباب وأخطاء طبية من المسؤول قضاء وقدر نعم نحن دائما أكيد موجود القضاء وقدر ولكن اليوم في مسببات منها اليوم الاستهتار بروح المريض الإبر الخاطئ أو العلاجات الخاطئ التي تعطى للمريض من المسؤول وزارة الصحة بعيدا الأدوية مثل أدوية القلب السكر الضغط الأدوية الشهرية اليوم الكثير وصلت شكاوي لبرنامج صوت الشعب لا يوجد علاجات في بعض المستشفيات في وزارة الصحة ولكن للأسف الشديد لا جواب من معالي وزير الصحة ولا الناتق إعلامي بوزارة الصحة على ما يبدو مش حابين ردوا علينا كإعلام أو أنا كشخصيا برنامج صوت الشعب وفريق البرنامج للأسف معالي وزير الصحة الأكرم واللي أحسن مني تحديدا اليوم اللي بنقوله هذه وزارة الصحة تخدم المملكة الأردنية الهاشمية لا تخدم فئة معينة كباقي مؤسسات الدولة إذن اليوم يجب على وزارة الصحة إعادة التفكير وإعادة النظر بالبروتوكول الصحي لكل مريض اليوم إعادة إعادة النظر بكيفية تقييم مرض هذا المريض للأسف الشديد ليش اليوم ليش اليوم الواحد بدفع مصاري يروع على مستشفيات خاصة أيضا ربحية وتستغل المواطن مين المسؤول؟ وزارة الصحة لأنني لمش لقى خدمة في وزارة الصحة بعيدا عن النظافة في مستشفيات للوزارة الصحة بعيدا عن الباعوض بعيدا عن الخدمة السيئة المقدمة بعيدا ردات غرف العمليات وبقى الكثير ودخلنا وتعمقنا الآن أنا متأكد في أي مستشفى لوزارة الصحة إذا كاميرا بيوسائل الإعلام بتدخل هذه المستشفى بتلاقي أشخاص بوقفوا قدام هذه الكاميرا ما بدهم يصوروا ليش؟ خايفين ما في ثقة تامة بالعمل اللي بيقوموا فيه بوزارة الصحة معالي وزير الصحة دكتور في رأس الهواري لك مني كل الاحترام ولكن نرجو من معاليكم والتكرم فضلا وليس أمرا اليوم أن نهتم بهذا القطاع قطاع وزارة الصحة اليوم نتحدث عن قطاعين جدا مهمين الصحة والتعليم نبدأ بالصحة ومن ثم التعليم نتمنى وهذه رسالتنا لهذا المساء من برنامج صوت الشعب كنا معكم على بدار الساعة وبإذن الله يتجدد بكم اللقاء يومي غدا بنفس الموعدنا الواحد غدا الساعة الثانية وظهرا إلى ذلك الحين دمتم ودام الوطن اشتركوا في القناة